بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نتكلم عن أصداء اليوم الخامس من تصحيحات باكالوريا 2023 فكما تعلمون بأن اليوم هو اليوم الخامس وأغلب المراكز أغلبها وليس كلها لقد انتهوا من التصحيحات الأولى من التصحيح الأول لأوراق تلاميذ باكالوريا 2023 فالآن بعد ما كملوا من تصحيح المادة مثلا أنا رايح نتكلم على مادة الفرنسية اللي أغلب النقاط كانت متوسطة ولكن طبعا ما نستثني مش منها النقاط الممتازة كاي اللي وصلوا إلى 18 ونص إلى حد الآن وكاين بعد التلاميذ اللي 17 و16 ولكن النقاط راهي تاع الفرنسية ما بين 10 و14 ونص يعني أغلبها بين 10 و14 ونص فيما يخص مادة الإنجليزية النقاط كايين اللي وصلوا إلى 19 هذي في التصحيحات الأولى أقول كايين اللي وصلوا لنقطة 19 كايين النقاط الأغلبها ما بين 11 و15 ونص وكذلك بالنسبة لمادة اللغة الإسبانية الإسبانية يعني نتائج ممتازة النقطة الطايحة جابوا فيها 14 يعني في التصحيحات الأولى النقطة الضعيفة هي 14 كايين اللي وصلوا إلى غاية 19 ونص ما تقدروش 26 في الإسبانية لأنه كايين الفقرة لكن أغلب وأغلب التلاميذ اختاروا الموضوع الأول تعالى أميستاد بسكو كان سهل جدا 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 أما فيما يخص الأيام المقبلة إن شاء الله فغدا بإذن الله رايحين يبدو التصحيحات الثانية لأوراقكم ما نستثنيوش مادة العلوم الطبيعية هي اللي تاخد وقت كبير في التصحيح ممكن أغلب المراكز مادة العلوم رايحين يكملوها حتى الغدوة بسكو الوقت ما كانش والمادة العلوم تحتاج وقت كبير كذلك مادة الرياضيات أغلبهم كملوا اليوم ولكن كايين بعض المراكز اللي يكملوا حتى الغدوة اللغة العربية كذلك أغلبهم كملوا اليوم ولكن في أغلب المراكز التصحيحات الأولى لقد انتهت وان شاء الله غدا ستبدأ التصحيحات الثانية إذا لديكم أي سؤال أو استفسار دعوه لي في كومنتر ربي ينجحكم والسلام عليكم